الله يجعلنا من أهل التوفيق حيانا يظن الإنسان بنفسه أنه موفق وهو مخذول سمعه لذلك العلماء يصرحون بهذا حتى تعرف أنه هل أنت من أهل التوفيق أم أنت ممكور بك اسمع ماذا قال بكر بن عبد الله المزين قال إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به مثلا أبا من غرفة عمدتك يا أخي روحوا قعدوا في المجلس عمد خلوا الناس يغتابوني وابا عم نصين يا أبا عفص اتصل فيني من الصين قال لي مشان الله في واحد بيطلب منك السمع بار حضر الدرس عنك قال وغتابها قال خير شو سألت له قال شاف الناس وقفين عم يعفموك شو سيدي وليه شيء صار يحكي عليك في قلبه قال لي أنت بدأت بالدرس وصورت طلع فيه وتقول له حسن الظن حسن الظن حسن الظن قال لي طلع فيه وتقول له حسن الظن لا سيء الظن بالمسلمين قال لي طيلت مرات تطلع فيه وتقول لحسن الظن قال لي هو تاب وعم يطلب منك السمع أنا أبرأت وسامحت ولكن أقول والله أنا ما أحب هذا والله أنا أكره هذا خلاص أخي قعدوا لا أحد يقوم لا أحد ينتظر لأي هناك الغرفة يمشي معه أنا ما أحب هذا أبدا فتنة ذلة للتابع وفتنة للمتبو الله يحفظنا من كل سوء قلوا آمين قال إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيوبه فاعلموا أنه قد قد مكر به اسمعنا سأل الله تعالى أن يحفظنا هذا إذا مشينا يا حلوين هذا بيغيب بيصفون لا حول ولا قوة إلا بالله أديش بنبهه نعم خليك معنا كنت معنا فاتبعنا يعني في أغلى من الكلام عم نقرأه والله عجب هذا بيجي الشيطان خليه بيسافر بغيب أنا موم كاشف لستم أهل كاشف كان للشيخ حمد أبي له شيوخنا لكن هذه تجارب في التعليم تجارب تجربة في التعليم يعرفون هذا معه ولو مو معه حياتا يكون عم يطلع فيك واسموه معك لا حول ولا قوة إلا بالله اسمعك يا حبيبي الآن نتيجة هذه المجاهدات نعم قال حدثني رجل من أهلي عاصم الجحدر قال رأيت عاصم الجحدر بعد موته بسنتين فقط أليس قد ميت نقول ميت ولا ميت أب حفظ ها يجوز الوجهين هيك قصائي وجهين يجوز الوجهان خرب بيت فرانسا شو بدي يساوي فيك سيبوه بك وابن جني وابن عصفور وابن خرعوف هدل الأئمة النحو يجوز الوجهان ميت ومت ميت مأخوذ من من مات يمات إذا قلت مات يمات يقول ميت وإذا قلت مات يموت قال ميت أحفظ هذا فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعصنا ونسأل يوم ذا عن كل شي فقلت أليس قد ميت أو مت قال بلى فقلت أين أنت أسمع أسمع نتيجة المجاهدات يا عبد الفتاح فأين أنت قال أنا والله في روضة من رياض الجنة أنا ونفر من أصحابي الله يجمعنا في الجنة قال أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة يا حبيبي هاي الليلة التي ستقدم عليها هي ليلة الجمعة نملأها بإيه صلاة على النبي عز السلام هو نملأها بأخبار علىك فلان وعلتان وعلاك ربيته من يومين اللي حيخيلنا بهذا خلاص دعنا هذا ستر ما مضى يا ستر ما بقى كل هذا يعني يكاد القلب يخيف لك شعب طحنته الفتان فوق منه كمان حمله عندك أكل طيبة طعمية عندك شوية مصارع عطي فرج همه تحمله هم 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 كما نقص سورين هموم بيقول لك سياسة قال شبنا بالموضوع السياسة نجاسة تجيب الجلطة الله يجيرنا فخلينا دائما ما ادخال السرور على قلوب المسلمين تبشير بشر بشر ما استطعت بشر بشر ولا نفر ويسر ولا تعسر نعم قال أنا ونفر من أصحاب نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحة إلى بكر ابن عبد الله المزني فنتلاقى في أخباركم الله أكبر قال قلت أجسامكم أم أرواحكم التي تتلاقى قال هيهات إيش معنى هيهات بعود اسم فعل مرض بلية الأجسام وإنما تتلاقى تتلاقى الأرواح بلية الأجسام كان شيخنا شيخ عمدي أغربي الله أغربي إذا مات واحد صار يبكون عليه ما يقول يا جماعة هذا الجسم بدلي هيك يقول ثوب خلعه لكن الروح إيه الروح باقية ما سمعت منه عن جدته عن جدتي شيخ عمدي كانت تحدث عن جدتي بعدما ماتت التي ربته رأيها في المنام قال ما ذا صنع الله بك كان دائما هي التي ربته هي التي علمته قيام الليل هي التي علمته دوام الذكر هي التي علمته المراقبة شيخ عمدي تربية امرأة لا إله إلا الله قال ما ذا صنع الله بك قالت له رب العز وجل أنزل علي ملائكة قرأت لي سورة الرحمن سبعين مرة ما قرأت له سورة الرحمن هي عروس القرآن أهل الجنة إذا أرادوا أن يتفكهوا في الجنة يقرؤون سورة الرحمن قالت له ثم أخذوني إلى مكة وأخذوني إلى المدينة وأخذوني إلى القدس وزوروني حبيب صلى الله أرواح الآن اللهم أسعدنا يا ربي أسألك سعادة الدارين وكفاية همهم يا مولانا يا مولانا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صل على نبيكم فإن صلاتكم تعرض عليه اللهم صل على سيدنا اللهم أن نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجتني به ولا تجعل علينا متشابهة فنتبع الهوى مولانا مولانا رب العالمي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام آتنا من لدنك علما غزيرا نافعا فتحيا وهبيا لدنيا خالصا لوجهك الكريم نسألك يا مولانا التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك الله ما اجعلنا ممن توكل عليك فكفيتهم الله ما فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وتجل علينا بقولك ففهمناها سليمان وزد في علمنا كما زد في علم سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام